بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكو ماي فوركس فاند الحقيقة ماي فوركس فاند بتطرح العديد والعديد بالبرامج وايضا زودت في احجام الحسابات المختلفة وعندهم حساب اللي هو احنا هنشرحه اليوم اللي هو الرابط حساب الرابط ده يعني مشكلة المشاكل يعني هم عاملين شيء كده هنشوف التقييم الخاص بي يعني اول حاجة طبعا التراجع اليومي 5% مفيش اي مشكلة ما جبتش جديد اتراجعوا لكل 12% مفيش اي مشكلة اه هنا بقى قواعد الاتصاق قواعد الاتصاق هم عندهم حسابين CEA والNCA طب ايه الفرق ما بين CEA والNCA هقولك ما تدخلش CEA قولا واحدا ليه فيها قواعد الاتصاق ايه هي قواعد الاتصاق اول قاعدة من قواعد الاتصاق الحفاظ على المخاطرة يعني المخاطرة الخاصة بيك لا تزيد ولا تقل عن 20% بمعنى لو دخلت انا مثلا اليورو دولار وجعلت ايقاف الخصارة الخاص بيك هو 100 دولار لا يصح اطلاقا اللي هو يكون اعلى 20% او اقل 20% فيما بعد يعني ايقاف الخصارة الخاص بيك لحد الخصارة اللي انت بتتقبله لابد انه هو يكون على طول ما بين 10% زيادة 10% نقصان لكن ما ينفعش يكون اعلى 20% او ادنى 20% دي اول حاجة تاني حاجة يبدأ يحسب لك اللطات احجام العقود يقول لك والله يا استاذ انت عملت معانى 10% تقول له طيب كويس انا عملت 10% فيه حاجة يقول لك اه خلي بالك الاسبوع ده انت عملت 10% الاسبوع التالي ان شاء الله لن تقل عن 50% مما عملته يعني 5% ولن تزيد عن 200% مما عملته اللي هو 20% يبقى عشان انت عملت 10% ما تقلش عن 5% وما تزيدش عن ايه 20% فطبعا انت بقى لو انت شغل سكالبنج زي حالاتي هتقعد تحسب اللطات لكن لو شغل سوينج القاعدة ديت مش هتضرك قوي لانت خلاص بتعمل لطات بسيطة او عارف انت بتعمل ايه تمام لكن سكالبنج هتضيقوا خصوصا لو سكالبنج سريع عندهم بقى قاعدة طبعا تالتة لها تلات ايام في الاسبوع بس خلينا نقول فرق اخر بابين الـ NCA و CEA CEA بتقبض المصاري كل اسبوعين CEA بتقبض كل اسبوعين اما الـ NCA بتقبض كل شهر يعني بيتم الدفع ليه كل شهر طيب طبعا الدفع حاجة يعني حاجة مذهلة مشاركة الارباح في هذه الشركة اتناشر بالمئة اتناشر بالمئة مش للشركة ليه كنت اتناشر بالمئة اتناشر بالمئة للمتاجر تمام طيب على افترض مثلا انت عملت ربح خمس تلاف دولار في CEA تمام في برنامج CEA اللي هو في اتصاق هتحصل بعد اسبوعين على ستمائة دولار اللي هما بيعدلوا اتناشر بالمئة مما عملت اللي هو الخمس تلاف وبعد كده بعد اسبوعين اخرين عملت اثناء الشهر عملت ايضا خمس تلاف دولار هتحصل على كام انت كده عملت عشر تلاف هيحسبو لك العشر تلاف تمام وهيدوك الاثناشر بالمئة فيعطوك الف ومتين وكنت حصلت على ستمائة فانت حصلت على الف وثمانمائة تمام يعني بيعتبروا ايه ايضا خishi ايضا خصوص كل يوم تعمل صفقة مفيش اي مشكلة. لكن انت لازم ثلاثة ايام من كل اسبوع تعمل ايه الصفقات. عندهم ايضا في الحسابات ديت حساب اسمه FE ده تلاتة ونص بالمئة من كل ربح يتم وضعه في حساب فاندد ليك لغاية ما يوصل الى عشرة بالمئة وبعد كده يبقى معك حساب فاندد. تمام? لكن خلينا بقى في اللي هو ان سي اي هو ده افضل حساب عنده. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نشوف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عندما اشتريت حساب بمئة ألف اشتريته بكام؟ اشتريته بسبعمائة تسعة واربعين اول معمل ألف دولار اقول له ايه يا خواجه انا عاوز ايه المصاري بتاعتي ليه؟ لان احصل على مئة وعشرين دولار مش مهم بس انا استردت السبعمائة تسعة واربعين دولار ما هو بيقول لك انه تارجت فانا المئة وعشرين مش مهمين بالنسبة لي يعني الربح ده مش مهم لكن هاحصل على ايه؟ على السبعمائة تسعة واربعين لان هو بيقول لك ايه؟ اول سحب اهو تمام؟ بيتم ايه؟ بيتم ارجاع واسترداد المصاري اللي انت دفعتها تمام؟ يبقى اول شهر كده على طول تقول له ما انا عايز استردد الرسوم يبقى كده الحساب اصبح ايه؟ مجاني في قيمة الحيط ديت؟ نو تارجت ما عندكش تارجت اعمل ألف ألفين هتشتغل براحتك طب ليه هتشتغل براحتك وبهدوء بال زي بقوله وراحت بال في هذا الحساب لانه لا يوجد كيود زمنية وهي دي الحاجة اللي هي ايه؟ مش عارفين نشتغل اللي قولك تلاتين يوم وبعد كده ستين يوم دي بيتخليك مش عارف تشتغل تمام؟ وبتعمل ضغط عصبي عليك هنا في الشركة دي بيقولك لأ انت عملينا بس تلات صفقات في سلاسة ايام كل اسبوع ما فيش اي مشكلة التزم بس بايه الخمس تلاف التراجع اليومي تمام؟ والتزم بالاثناشر الف التراجع الكل دي الرفع هنا واحد لخمسمية كم اشتقنا اليها؟ يعني في شركات التمويل ما بنشوفش الكلام ده شركات التمويل واحد لخمسة واحد لعشرة واحد لثلاثة واحد لثلاثين واحد لمية بالكتير يعني قليل قوي لما نجت شركة بتعطينا رفعة واحد لخمسمية ماي فوركس فاند بتعمل الكلام ده بتعطيك رفعة واحد لخمسمية فطبعا تعرف تشتغل شغل عالي جدا بالرفع ديت وتعرف تعمل مصاري يعني الحساب المائة الف ده هيكون حساب جيد لغاية وتعرف تعمل خمس تلاف دولار وعشرة تلاف دولار ربح لو عملت عشرة تلاف دولار انت هتسحب الف ومتين دولار تمام؟ فهل الامر جيد؟ اه لين انا دفعت كم؟ انا دفعت سبعمية تسعة واربعين واعرف تعمل عشرة تلاف دولار اسحب الف ومتين فاصبح كأنه دخل شهري بالنسبة لك يعني الحساب ده كأنه اصبح دخل شهري ووفر عليك مسائل كسيرة طيب ده الحساب اللي هو المائة الف عندك حساب الخمسين الف برضو نفس القاعدة 12 بالمائة عندك ثلاث ايام في الاسبوع عندك الفين وخمسمية تراجع اليومي ستلاف تراجع الكلي واحد لخمسمية بتلتمية تسعة وتسعين دولار طبعا لا يوجد رسوم شهرية عندك بعد كده الحساب اللي هو عشرين الف ده بيتميزوا بيه ايضا ثلاث ايام في الاسبوع الف تراجع يومي الفين وربعمية تراجع كلي واحد لخمسمية مية تسعة وتمانين دولار لا يوجد رسوم شهرية عندك ايضا الحساب اللي هو العشرة تلاف ده 12 بالمائة ثلاث ايام في الاسبوع خمسمية دولار تراجع يومي الف ومتين تراجع كلي الف وخمسمية تسعة وتسعين دولار وبعد كده لا يوجد رسوم شهرية تمام؟ طبعا تسعة وتسعين دولار ده مناسب لاخوة كثيرين المصاري لديهم قليلة تقدر تدخل في هذا الحساب تقدر تدخل ما فيش اي مشكلة لانك مجرد ما هتعمل الالف دولار هيكلك مية وعشرين دولار تمام؟ تسحى بالمية وعشرين دولار وتسحى بالتسعة وتسعين دولار اللي انت دفعتهم تعمل بقى الالف دولار في شهر تعمل الالف دولار في شهرين في ثلاثة مفيش اي مشكلة ليجد كيود زمنية عليك تمام؟ هل الحساب ده تقييمك لي ايه انا بصراحة؟ طبعا اقول وسائل الدفع بنك ترانسفير تحول بنك وبيبال وكريبتو كرانسي بفيش اي مشكلة في وسائل الدفع لكن بسألة الاثناشر بالمئة دي بصراحة يعني الشركة متحملة جدا على المتاجر يعني اتناشر بالمئة دي قليلة انا اللي خليني اعمل معاك اتناشر بالمئة واحصل مثلا لما اعمل عشر تلاف دولار هاحصل على الف ومتين دولار طبعا انا اعملها مثلا في ايت او اعملها في اي شركة او اعملها في اي شركة لما اعمل العشر تلاف دولار انا هاحصل على تمن تلاف دولار اه انت عندك ميزة اللي انت ما بتدخلنش تقييم بس مش معنى انت ما تدخلنش تقييم ولحدود الزمنية عندك مفتوحة ان يحصل الكلام ده هتديني الاثناشر بالمئة يعني انت كده لأ طبعا ادخل التقييم احسن وممكن اتجاوز التقييم مثلا في شهر شهرين تلاتة مفيش اي مشكلة بس هاحصل بعد كده على تمانين بالمئة لكن انت مسألة الاثناشر بالمئة دي الحقيقة لأ مسمعناش عنها مسمعناش ان حكاية الاثناشر بالمئة دي فيها اكحاف كبير جدا للمتاجر لكن لو واحد عاوز يعمل مصاري وخايف من الفشل في شركات التمويل الاخرى لأ الشركة دي افضل احتمالات الفشل اقل انا بتكلم بصراحة احتمالات الفشل في هذه الشركة اقل ليه احتمالات الفشل لان انت اول حاجة القيود الزمنية مش موجودة القيود الزمنية عليك مش موجودة دي اول حاجة تاني حاجة انت محتاج المئة الف ديت انت محتاج ايه محتاج تعمل الف دلار مجرد ان انت عملت الف دلار يا جماعة انا عاوز اسحب هتسحب المئة وعشرين دولار بلاس السبعمائة تسعة واربعين دولار خلاص يبقى انت في شهر واحد استردية المصاري الخاصة بك وبعض الربح القليل تمام؟ في قيمة الحتة ديت فالريسك او المخاطرة في هذه الشركة ضعيف لكن العائد قليل هي كرزق؟ لا الرزق قليل مفيش رزق يعني حكاية اللي انت تخسر اه لو انت بقى خسرت الخمس الالف او خسرت الاثناشر الف تمام؟ ده ده وضع تاني بقى انت كده خسرت المصاري لكن ايه اللي يخليك تستعجل؟ لا يوجد شيء يجعلك تستعجل تمام؟ انت معاك شهر كامل اشتغل اعمل اي ربح انت تسحب 12 بالمئة ان شاء الله تعمل الف دولار فقط لا غير متعملش غير الف دولار لان انت عاوز في الشهر الاول هدفك ليس الربح هدفك ان انت ترجع المصاري فبالحيط ده ده يعني هدفك في الشهر الاول هو ارجع المصاري بعد كده اشتغل كما يحلو لك اعمل اللي انت عايزه معاك حساب اصبح مجانا تمام؟ فهي كشركة محترمة وذاتة مصدقية عالية طبعا وتقدر تشتغل معا ايضا هناك انواع من الحسابات هنتناولها فيما بعد ان شاء الله ده حساب الانفليشن الخاص به اللي هو التقييم طبعا هنا بقى 75 بالمئة وبعد كده تحصل على 80 بالمئة وبعد كده تحصل على 85 بالمئة ايوا كده ايوا بقى رجعني للكلام ده هنا بيقولك ايه اول حساب عندهم اللي هو الخمسة تلاف تمام؟ لابد مني مامت الريدينج ديز خمس ايام المرحلة الاولى عايز 8 بالمئة المرحلة التانية عايز 5 بالمئة تمام؟ لمان ليس لدي مصاري تقدر تدخل في حساب الخمس تلاف لكن انت هتشتغل يعني شغل بسيط جدا يعني هتشتغل بالعشرة سنت والعشرين سنت يعني بالراحة جدا عشان الميتين وخمسين دولار ما يدعوش بعد كده عندك العشرة تلاف بردك كذلك الامر تمانية بالمئة ثم خمسة بالمئة خمس ايام خمسمية تراجع يومي الف ومتين تراجع كل واحد لمئة اه 84 دولار ولا يوجد مصاريف شهرية ميزة ؛ مبتين ميزة 139 ممتاز ممتاز 139 انا اعتقد ان التقييم ده من افضل التقييمات الحقيقة ولا يوجد مصاريف شهرية مفيش اي مشكلة ده لعشرين الف وبعد كده الخمسين الف تمانية في المائة خمسة في المائة خمس ايام تداول ناشط الفين وخمسمية ستة لاف واحد لمائة ومتين تسعة وتسعين دولار ممتاز برضو بعد كده الـ 100 الف تمانية في المائة خمسة في المائة خمس ايام تداول ناشط وبعد كده الـ 12 الف وبعد كده 1 لمائة ربعمية ستعة وتسعين دولار اه ده حساب المائة برمية ستعة وتسعين دولار معقول برضو طيب اللي بعد كده الـ 200 الف برضو نفس القواعد ويه بـ 979 دولار طيب بعد كده اه ده الجديد بقى ده الجديد تلتمية ألف تلتمية ألف ده تراجع الكل ستة وتلاتين ألف تراجع اليومي خمستاشر ألف ورفع واحد لمائة وبـ 1389 انا من وجهة نظري ده من افضل الحسابات اللي انا وجدتها في الشركات بصراحة شديدة ده من افضل الحسابات حكاية اللي انت تاخد 300 ألف والتراجع اليومي يكون 15 ألف والتراجع الكل ستة وتلاتين ألف وانت محتاج مني كام؟ 8%؟ 8% يعني انت محتاج 24 ألف تمام؟ هنا محتاج 24 ألف وهنا محتاج 15 ألف سهلة؟ اه طبعا سهلة سهلة اللي انت تعمل 24 ألف اه انت معاك تراجع 15 ألف في اليوم فانت هتدخل بقى بعقود ستاندر ويعني هتكسر الدنيا زي ما بيقوله وعندك التراجع الكل ستة وتلاتين ألف اخسر كما شئت يا أخي يعني انت في اليوم ممكن تبقى عامل ايه؟ 3 تلاف خسارة 6 تلاف خسارة مفيش أي مشكلة يعني الخسارة اليومية ممكن تخليها 3 تلاف او 6 تلاف خسارة 3 تلاف خلاص ماشتغلش النهاردة بس هدخل بريسك 3 تلاف هدخل بريسك 6 تلاف لان من حقي ستة أيام اعمل الكلام ده او 12 يوم اعمل الكلام ده تدخل بريسك 3 تلاف يعني ايه ريسك 3 تلاف؟ يعني تدخل مثلا بتلاتة ستاندر تمام؟ في احد ازواج العملات وعندك مئة نقطة ايقاف الخسارة الخاصة بك تمام؟ فده بالنسبة لك 3 تلاف طيب زوج العملة اتحرك معك 500 بيب او 400 بيب فانت ربحت في زوج العملة ده خمستاشر الف او 12 الف تمام؟ لان داخل تلاتة ستاندر طيب ربحت مثلا متين نقطة فانت ربحت 6 تلاف فلو عملت المسألة ده اكتر من المرة خلاص انت الامر طبعا فيه البعض بيعمل ايه؟ يقول لك هدخل عشرة ستاندر ليه؟ لان الخسارة الكلية عنده 36 تلاف الخسارة اليومية 15 الف هيدخل عشرة ستاندر ويعمل اقاف الخسارة الخاص به مثلا 60 نقط بحيث انه يخسر 6000 دولار تمام؟ فالعشرة ستاندر لو مشي معها السعر ممكن يمشي معها مثلا 100 نقط هو ربح 10 تلاف دولار هو عاوز فقط يعمل ثلاث صفقات بهذا الشكل طبعا لو الصفقة مشيت معها 200 نقطة عمل 20 ألف 30 نقطة 30 ألف خلاص هو جاب الترجد والزيادة طبعا بيغلب عليها الهي ريسك بس هي دي يعني انت مش ينفع تدخل حساب ب300 ألف وتيجي بقى تعملي صفقة بعشرة سنت او بواحد دولار لا مش هتوصل لحاجة يعني مش هتعمل حاجة معاهم ليه هو عايز منك 24 ألف لا يمكن هتعملها بالواحد دولار مستحيل انت عاوز تعمل 24 ألف نقطة تمام؟ اه ممكن تتعمل 24 ألف نقطة على فكرة يا جماعة ممكن تتعمل بس مرهقة وممكن السوق ما يساعدكش ممكن السوق لا يساعدك يعني السوق ما يتحركش هتجيب اللي 24 ألف نقطة منين فهم الحيطة ديت فانت ممكن اه لو انت خايف من الرزق طيب انا مثلا ممكن اعمل بواحد ستاندر تمام؟ عشان الواحد ستاندر انا عايز 2400 نقطة لكن الافضل طبعا انهم يكونوا 3 ستاندر بحيث ان انت تبقى محتاج 800 نقطة على حسب انت بتعرف تعمل كم عدد من النقاط على حسب عدد النقاط اللي انت بتعملها هتوظف ايه مسألة اللطات الخاصة بك تمام؟ طيب ان شاء الله هشرحهم التلات برامج الخاصة بيه ماي فوركس فاند في الموقع الخاص بينا هشرحهم لك بيه التفصيل بس احنا عملنا ايه لمحة في كل برنامج واحنا كنا شرحنا قبل كده المرنامج السالس الخاص بيهم فاحنا كده يعني ايه عملنا حاجة بسيطة كده اللي احنا نعرف البرامج الخاصة بيهم وقلنا ان تلتمية الف دات بتميزهم عن FTPMO الحقيقة ودي حاجة جديدة واعتقد الرسوم الخاصة بيها رسوم جيدة يعني 1389 دي رسوم جيدة لو كانت تقلت يعني اصبحت 1100 ولا 1200 كانت تبقى افضل لكن هي طبعا خيار جيد جدا للمتداول خصوصا مع شركة ذاتة مصداقية عالية ويه بيتم الدفع فيها بشكل جيد شكرا جزيلا وإلى اللقاء قادم اشتركوا في القناة